السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأخواتي متابعي قناة كوكب المعلومات في هذا الدارس سوف أقوم بشرح ميزتان أساسيتان قد تحتاجهما في برنامج مايكروسوفت تيمز الميزة الأولى وهي إلغاء الضوضاء المحيطة حولك أثناء إعطاء درس أو حصة صفية والميزة الثانية وهي إلغاء الإشعارات المزعجة من برنامج مايكروسوفت تيمز التي تظهر على يسار الشاشة السفلي في هذه المنطقة تابعونا للاشتراك في القناة عليك أولا التأكد من تسجيل الدخول بحسابك حساب الجوجل ثم الذهاب إلى زر اشتراك والضغط عليه ثم الضغط على زر الجرس والضغط على الكل بعد ذلك الإعجاب بالفيديو إن أعجبك شكرا لاشتراككم مسبقا بسم الله وعلى بركة الله سوف أقوم بإرشادكم بداية إلى كيفية إلغاء الضوضاء المحيطة حولك مثل المروحة أو المكيف إذا كان موجودا لديك في نفس الغرفة في البداية سوف أقوم بالذهاب إلى صورتي هنا ثم اختيار الإعدادات ثم الذهاب إلى خيار الأجهزة ثم في هذه المنطقة سوف أجد منع الضوضاء وسوف أجد بأنه قام البرنامج باختيار تلقائي أو افتراضي فأقوم بالضغط على الخيارات لأشاهدها كما تلاحظون لدي عالي ومنخفض وقيد الإيقاف لا أنصح باختيار عالي لأنه إذا كان لديك مشكلة في تشغيل برنامج مايكروسوفت تيمس فبالتالي سوف تزيد هذه المشكلة لأنه يحتاج إلى إعدادات جهاز عالية ولكن بإمكانك اختيار منخفض وبالتالي أثناء تسجيلك للحصة الصفية سوف لن يظهر صوت المروحة أو المكيف أو أي أصوات قريبة إلى هذا الصوت الميزة الثانية وهي إيقاف الإشعارات أو الإعلامات الواردة من برنامج مايكروسوفت تيمس بنفس الطريقة سوف أذهب إلى الإعلامات بهذا الشكل سوف نلاحظ هنا عدة خيارات مثلا إلغاء كل الأنشطة بحيث لن يصلك أي إشعار من الرسائل الجديدة أو التفاعلات أو الإشارات إليك كذلك هناك الإشارات والردود فقط وهناك إعداد مخصص بإمكانك الضغط على إعداد مخصص ومن ثم اختيار ما تريد إيقافه مثلا الإشارات الشخصية بهذا الشكل أو إشارات الفريق بإمكانك إيقاف تشغيل جميع الإشارات الواردة من الفراق أو الردود والمحادثات التي بدأتها إما الإظهار في الموجاز أو إيقاف تشغيلها وإلى غير ذلك لن أقوم باللعب في هذه الإعدادات لأني قمت بإعدادها مسبقا لبرنامج التيمس الخاص لكن أنتم بإمكانكم الإعداد لهذه الإعدادات كذلك بإمكانك تحرير الدردشة مثلا أو الإجتماعات إلى غير ذلك كما تشاهدون الرجوع مثلا الإجتماعات إعلام ببدء الإجتماع ممكن أن تقوم بالشعار أو إلغاء هذا الإشعار أو الإعلامات لدردشة الإجتماع كتم الصوت مثلا لدردشة الإجتماعات إلى غير ذلك من الخيارات الأشخاص أو غير ذلك كما تلاحظون هناك خيارات كثيرة بإمكانك تفعيلها كذلك بإمكانك عدم تشغيل الصوت والإشعارات مطلقا وعدم إظهار الرسائل مطلقا كذلك للبريد الإلكتروني مرة كل ساعة أو مرة كل عشر دقائق أو مرة يوميا أو حتى إيقاف إشعارات البريد الإلكتروني لا أنصح باللعب في هذين الإعدادين ولكن بإمكانك اللعب في الإعدادات المخصصة وتغييرها هاتا كانت الميزتان في برنامج مايكروسوفت تيمز والتي أتوقع أنك سوف تحتاجها كثيرا شكرا لكم ولحسن السماعكم كان معكم مهندس رامي غنا من مديرية جنوب الخريل أتمنى عليكم إذا وصلتم إلى هذه النقطة أن تقوموا بالاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد ومفيد إن شاء الله شكرا لكم ولحسن السماعكم رفع الله عنا وعنكم البلاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة